أينما كنتم أسعد الله مساءكم رمضان كريم كل عام وأنتم بخير أهلاً وسهلاً بكم إلى اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ممثلية الصحافة الوطنية في هذا اللقاء سنتحدث عن أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن الجزائري وكذلك عن المستجدات والراهن الإقليمي والدولي في البداية اسمحوا لي أن أرحب بسيادة الرئيس سيد الرئيس مساء الخير رمضان كريم كل عام وأنتم بخير مساء الخيرات مساء النور صحافة طوركم وصحافة طور كل سايمين داخل الوطن وخارج الوطن مثل ما هي العادة ما فيش تحفظ ما فيش طبوهات تفضلوا مع بعض إن شاء الله ننوروا الرأي العام شكرا سيدة الرئيس لا يفوتني كذلك أن أرحب بزميلي إبراهيم تخربة الرئيس المدير العام ليومية المجاهد الذي سيشاركني في إدارة هذا اللقاء الذي نبدأه مباشرة بالحدث السياسي قررتم سيدة الرئيس تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع من سبتمبر المقبل ما هي الأسباب التي دفعتكم لاتخاذ هذا القرار والله يصعب الجواب لأنها تقدمت أسباب وأسباب وأسباب حتى الأجاني بدخلوا فيها وتكاهنوا على الأساس هي أسباب تقنية محضة أسباب تقنية محضة ما تأثرش في الانتخابات ولا في ضرورة الانتخابات ولا في هو المنطلق الأساس لتغيير توقيت هذا هو أن شهر ديسوم ما هو الشهر الحقيقي للانتخابات انتخابات كنا نعرف أنه في 2019 بعد استيقالة رئيس المرحوم رحمه الله كان فيه تولي سلطة من طرف رئيس المجلس الأمة مع تحديد الوقت على الانتخابات مع الأسف الوقت ما سمعش اتخاذه وقع فيه تمديد آخر إلى آخره يعني ما عش ما عش ديسوم ما هوش التاريخ الرسمي تعنات على الجزائر اللي تعودين فيه الانتخابات كل الأسباب تقنية محضة ما تأثر لا على ضرورة الانتخابات ولا على كيفية سيرورة الانتخابات وغلب بحضرة رئيس العالمية اللي بريكي شوفيه عمور إجابيا ولي كاراكي شوفيه عمور صربيا وخلاص مصر سيدون يبدون السبب الأغيران. النهاية نحن 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 نحن. للتراكيد النساء الرئيسيطين . لماذا ننهدل 7 سبب؟ لقد كنت أدت 잠ير مبلغ إحداث في تحيل وقت ميزر سيدي العالم. لماذا لا تدت لذلك المنهي بأنه من تنهي الأن؟ اللي يدلق بصوته يعني لأنها تقريبا يكون تاهم من وقت العطلة سواء عطلة شخصية وعائلية وكل الناس يكونوا رجعوا للوطن والمواطنين تعنا اللي عايشوا في الغرب يكونوا رجعوا للعمل تاحهم هذا هو الوقت المناسب مع الدخول بداية الدخول الاجتماعي تكون انتخابات واعتقد أنها تكون إيجابية إن شاء الله نبقى دائما في نفس الموضوع بعض الأوساط الإعلامية المعروفة بولاءاتها وخدمتها لأجنتات أجنبية حاولت أن تربط بين قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وبين وجود أزمة محتملة في أعلى هرم الدولة في الجزائر البعض الآخر تحدث عن مغادرة وشيكة للرئيس تبون للسلطة كيف تعلقون على هذا الأمر وش نعلق في قلوبهم مراد فزادهم والله مراد والله يزيدهم مراد على مراد وخلاص ما أمر هذه أنا قلت سبقني وقلتها يعني التلاتي بين فيه تنسيق أكيد فيه تنسيق فيه تنسيق أكيد فيه تنسيق وكانت هذه البداية وما زال يواصلوا في زعزعات استقرار لبلاد وبإشاعات وكذا ولكن ما يفهموش درس بعطوهم الجزائريين والجزائريات الجزائريين والجزائريات يمشوا بضميرهم وبحبهم المخلص لوطنهم فقط نتأثر فيهم لا إشاعات ولا دعاية وبالأخص لما يعرف منين جيد إشاعات ومنين جيد دعاية أكيد أقول لك أنها بالنسبة للناس هذا طبيعي شي طبيعي أنا عندنا مات الشعبي يقول لحب يزعزعك ويكرهك وما قدر لكش يتمنى بالأقل يشوف عليك من أمشين بالأقل وما ترجطون سينتو وأقول يقول ما هو يقول ماذا يقول من المخلص يقول ماذا يتبعه من المخلص بعد يقول يقول من المخلص يجب أن يتخل الطبي وفيه ص cho وفيه وفيه مه ولكن ومن المساعدة من القرانات التي فيه فضلك السيد الدولي افراد المنفقاً ماذا يدقون على مدرسة والركائي ماذا سوف تقانحي في هذا المعجلة من التقديم التقديم بل المنفقل والقليل ترجمة يعانون في حالة الإسلامة من يترجحه ولا أنت ترجحه وحبك أنت نجعد وحبك أن ترجحه أن لمهات اليوم بعد عدة تيندوη أنت ترجمة تيزيوسو أكيد هذا برنامج دائي برنامج ما زال فيه خمس شهر قبل الانتخابات هل لنا أن نعرف بالتحديد الولايات التي ستزورونها خلال الفترة المتبقية هو اللي أكيد خانش لا وتي سمسي لتو وتي دي وزو وربما جانت ربما يعني ما زال ما حددناش من هي الأولى والتانية والتالتة لا نعرف بالتحديد أنا شخصيًا صحيحًا لدي رغبة كبيرة لما ننظر بلتك أتمنى أن نتوقعين ونحن بأسنوات ونحن بأسنوات أدو نحن بأسنوات وإن شاء الله نحن بأسنوات ومن أحن بأسنوات ومن أحن بأسنوات ومن أحن نتوقعين لقد أكملت كل أمود في المدينة كالهن مكتبت لكيه سنبدأ للمسيارة الأمم يوجد هناك إيجابي أكثر على ناحية خلالنا ينطرح إلى المعارضة عندما ثم أسرح لهم أصبح من المدينة في الوقت إلى المنزل لقد أظنت أن الحكومة على أكثر من مدينة أيضًا ، فلأسرح لماذا أفعل الأمودة على المدينة لقد أصبح لهم كذلك من أجل المدينة لديهم المدينة هو الرئيس حالي انتهى السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات رخد قرار ومضاه على أساس تكون فيه قوائم احتياط تأخذ بعين الاعتبار لما يجي الوقت الرسمي انتهى مراجعة الانتخابات الوقت الرسمي تعمل رائعة الانتخابات ومحدد قانونيا لما نمضي المرسوم لاستدعي الهيئة الناخبة ثم ندخل في مراجعات القوائم الانتخابية تكون قوائم هذه الاحتياطية تكون جاهزة على قوائم الاحتياطية لأن الناس بشغالها انقاش يستنك منتاحتا يجي الاقتضاد لمدة عشرين يوم تعمل راجعة رسمية يعطيك الاسم تاعه ويعطيك العنوان تاعه ويعطيك كذا خلي الاحتياط نهار لتفتح القوائم رسميا دمجوا في القوائم وخلص وهذا هو القرار اللي اخداتوا للسلطة المستقلة ان الناس يحاولوا يحلوا بعض المشاكل بصفة اخرى احنا المهم مهم ديبلوماسيا انتعنا ما نسرد لكش كل التفاصيل انتعنا ديبلوماسيا انتعنا ولكن ديبلوماسيا فعالة وما اتعرف بها احنا لما اخذنا معركة باش دخلنا الصين للأمم المتحدة وجمدنا طايوان احنا دمناها ونجحنا فيها شكول اللي دخل المرحوم المجاهد المرحوم يسر عرفات الأمم المتحدة احنا شكول اللي خلاه ياخد الكلمة من الجمعية العامة احنا واللي بغي حاسب يجي يتحاسب ما تقمر احنا دايما الجزرية اللي تحط رجلها نجاح حليفة لاننا نمشو بالحق ما عناش اطمع لا اطمع اه اراضي ولا اطمع مالي واطمع مالية ولا اطمع جاه ولا احنا تاريخنا يتكلم علينا تاريخ حافل بالامجاد ملايين شهداء وما نظلمش ودامن مع المظلم ولو على حساب اخي وصديقي المظلم يبقى مظلم في كل الديبلوماسية الجزائرية ما اطرف بها لما ادخلنا بقضية ايران ضيعنا واحد من اكبر ديبلوماسيين تانا بني احيي الله رحمه مات هو ماشي باشي حل المشكل بين كتلونا ديبلوماسيين تانا في قو ورغم هذا ونداخله باش نهديوا الامور مع اشيقاءنا في 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 مالي وغيرها تنمهوا شي جديد على الجزائر وحتى الناس اللي تقبل تدخلت على الجزائر الكبير قبل صغير لانه ما عندهمش اقدام الجزائر يعرفوا بالجزائر يعني يدير هاد يعني من ناحية انسانية ومن ناحية ناصر الحق ضد الضرم لانه هو شي جديد علينا سيد الرئيس سيكوى اللي برونشين باطاي دوالجيري اللي برونشين باطاي المعركة اللي أنا قايمة بها الجزائر وانا باسم الجزائر باسم الجزائريات والجزائريين لما اخذت الكلمة في جمعية العامة الأمم المتحدة قلت احنا هذا ما بدأنا بغض الناظر على واش يقول الفلان بفلتان والفلسطين تدخل كعضو كامل في الأمم المتحدة احنا دخلناها كعضو ملاحظ جال وقت اليوم كافي والسياق يسمح بوجود حل سياسي عادل لقيام دولة فلسطينية على أرض الواقع شوف بسيس احنا هذا ما بدأنا احنا هذا ما بدأنا دولة فلسطينية مغاربية دورية ما هي أهداف هذه المبادرة سيادة الرئيس هل هي بديل لاتحاد المغرب العربي وهل ستنضم موريتانيا إلى هذه المجموعة هو الباب مفتوح احنا نطلقنا من الفراغ الموجود حاليا ما فيش كتلة افريقية شمالية عام المغاربي مشترك هذا هو ما فيش والأفريق بنفسهم يقول لك ودي تفهموا كين لأفريق لويس كين لأفريق دولاس كين لسيدياو كين هادي انتم موراكم قلنا نديروا لقاءات في البداية بايدون ما نقصي أي واحد نحاولوا نتلاقوا ننسقوا مع بعض نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدولية في بعض المواضيع كيف وجدتم الجانبين التونسي والليبي هل هناك توافق في وجهة النظر بخصوص هذه المبادرة ما اجتبعنا هنا نحتا كان مشاه وزير خارجية واتصلنا بهم في اتفاق على اساس نخلق كين مش ضد دولة من الدول المغرب العربي ولكن تكون كيفية تنسيق عمل تشاور وتنسيق عمل ما تكونش ملزمة بالك في البداية ولكن احنا مع تونس ننسق ومع ليبيا ننسق ماذا بنا ننسقه ومع بعض احسن مع النسقه للعمل ثنائم له تان عمل ثنائم تانا جيدة لا مع أشيق الليبيين ولا مع أشيق التوانسة ولا أشيق الموريطانيين ولكن ماذا بنا نجمع كلمتنا أول ومرة في كل شهر والأربع شهر تشاوفون إن شاء الله فيها بعد بعد يلاتها خير إن شاء الله إن شاء الله ما هيش موجهة ضد أي دولة أخرى لأننا في الغرب باب مفتوح هم أخذروا اختيارات أخرى وما شاوروناش واختاروا حدهم في التنمية في الخليج دخلوا في الطالبين باش يكونوا عادوا في اللاستيديا وطالبين باش هادي لا يسهل عليهم أحرار بيأسير كل واحد حر في التصرف في التعوى لكن إحنا ما دبينا فيه بعض الأمور اللي تهمنا مع بعض وبالأخص أنها مشاكلنا تكاد تشبه بعضها بعض والباب مفتوح إحنا إلا كانوا واحد الكلمة مرحبا باش نعزل هذا ولا هذا وهذا العمل ما تتخلش فيه الجزيرة أبدا وسنل مرحلة النج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون كما يجب أن نراها مش عاطفيين ولا أولا اليوم فيه عمل إيجابي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية لما أعترفوه بالجريمة اللي ارتكبها بابون في 1961 خطوة إيجابية اليوم فيه فريق مختلط يخدم على الذاكرة وأنا قلت الذاكرة ما نتخلوش عليها الذاكرة من في الذاكرة ماشي وبالإضافة إلا أننا اليوم أصبحنا دولة فائلة في البحر الأبيض المتوسط الحديث عن الشمال الإفريقي والمنطقة المغاربية يجرنا كذلك للحديث عن منطقة الساحل هذه المنطقة تشهد هشاشة في الأوضاع السياسية الأمنية الاقتصادية كيف ستتعامل الجزائر مع التحديات التي تفرضها هذه المستشدات هو أولا احنا عمرنا ولا فرضنا نفسنا لا على المالي ولا على النجاح ماشيين منذ استقلالنا سياسة حسن الجوار وعاملناهم على أساس حسن الجوار ومنذ استقلالنا وما يكون نزاع قبلي ولا غيره فيما لي الجزائر دائما تداخل وتلقي بين فرق وهذا اللي خلى الأمن المتحدة بعد كلفة الجزائر بالتنسيق من أجل مصالحها ومن أجل كذا ومن أجل هذا إذا رفضين هما الأداء الجزائري هما حرار في بلادهم حرار في بلادهم ولكن أنا لستو لا دولة استعمارية ولا دولة استغلالية لترواتهم ولا دولة نحن ماليين بالنسبة لنا أشقاء عندهم مشاكل كما الدول أخرى عندها مشاكل قرروا أنهم يحلوا مشاكلهم بدون الجزائر فلهم ذلك نعم ذلك نحن نفس الشيء نحن كنا نشوفه في نظرة اقتصادية قوية جدا بالنسبة للنيجال حتى بالنسبة للمالي نحن مبرمجين المناطق الحرة مع بعض ومبرمجين مالي عمرنا ولا وقفنا التكوين تعالى الأشيقاء الماليين حتى الجيش المالي نحن نكون نفاية 1700 دابط وصف دابط وزيد طلبها وزيد الخارجية حاليا تعالى المالي من خرجين المدرسة الوطنية الإدارة وهلهم ما جر من أمثلة ولكن بدون من من منش عليهم إحنا هذا واجبنا لم زيتي كما يقولون وين ترك حرف تصرفتاك الإنسان العاقل يشوف تدخل أجنبي وين يوصل ما نسيف شعليك وما يعني ما نلوم شعليك لأن أنت أدرى أمورك قالوا ما كنت أدرى بشها بها ولكن تجربة تبين ومن الماء يدخلوا فيها دول كثيرة يصعب الهال كما تفضلتون بيهسيد رأيس لأنها سترقل لأجنبي 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 ومن المساعدة من المساعدة من المساعدة لأجنبي لأجنبي وإنها نحن بشهاد هو معه يمكنك أن تفعلها إلى جنبارة الجنبية؟ أجل، و لكنها تدوى يتحقها، وقلحنا كل شيء. لأنه يُأتر بسبب نفعلهما بدءها من جنبارة المستدار نحن جديد أن نحن فيه حول التحديد، ونحن نحاولون أنه نرى دائما نحن دائما، ونحن نأتبه سنرى uma حالة الصلح والمصالحة الوطنية بينتهم هو الحل الوحيد ربما كنا احنا دولة متطرفة في الدفاع عن وحدة ترابية ووحدة الشعب المالي وإلى يومنا هذا لازم احتاجونا رنهنا ما احتاجوناش الله يسمعنا الخير على بعضنا بعد ما كان شيء آخر بينتنا الماليين ما دلوش معنا عيب وإحنا ما دلناش معهم عيب غيروا السياسة انتاحهم الداخلية الله يسهل عليهم وانا مش نفرض عليها وجهة نظر اخرى فيه ناس لحد الآن يعني يتأسفوا ماذا بهم يزيدوا يقربوا الجزائر اكتر لأننا شايفين علاقات من وقت السيغ لنا 62 هم استقلوا في 60 من وقت مودي بوكيت وانا مستعدين في كل ظروف خارج هذا نحاوسوا على حصن الجوار وخلاص اتمنى ان شاء الله لاش الشيء لها مخطينه يكون حقيقة ويتغلبوا على الإرهاب ويتغلبوا على الهدى أبقى في المنطقة سيادة الرئيس ولكن أعود قليلا إلى الوراء في الستينيات القرن الماضي الجامعة العربية احترفت بما اسمته آنذاك مغربية موريطانيا اليوم بعد 64 عاما يعود الحديث عن مسألة الصحراء الغربية عن ما يسمى مغربية الجمهورية العربية الصحراوية كيف تعلقون على هذا الأمر ما نعلقش ما نعلقش لأن اعتقد تشردهم بتاع الدول العربية يكفي ما نزيدش نير الزيت فوق النار ولا نزيد طين بلا مثل ما يقال ما فيش قرار تعل جميع العربية في هال ما يخص صحراء الغربية القرار يخذته الجميع العربية في 1960 عند استقلال موريطانيا احنا كنا تحت وطأة الاستعمار ما نتحاسبوش به ان شاء الله خير ان شاء الله الشي اللي ممكن نقوله في القضية في حددها مش على شقاءنا العرب قضية في حددها قضية عادلة قضية موجودة على طاولة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وتوصل لحدها ان شاء الله ما هي متوجهة لا ضد أشيقاء المغاربة ولا ضد إنسان اخرون احنا القضية هذه قضية تصفية استعمار وتوجد حلها ان شاء الله لانا لو نستعمل العقل لدينا عيوض من شاء الله نستعمل تعديد والقوة نجد حل م. le président يترولي في وقت مرسة في القضية في الأمم المتحدة في القضية كانت المغاربة وهو كما تردعون أمام الفيديو، أنت تخبرين، أنت تخبرين؟ كما يعتبر الأمام السميين، أنه من الأمام، أننا أمام أحداً مثل، ومن قبل أنفريك تختصر في المسلم المشكل، ومن المسلمين، ونساعدنا تركيز أفضل لتشغل أصبقى أعطتي مجزع في المتوقف على المنطقة نظام جدا نصبته نحن على طبيعة نظام النظام نحن نعمل الثلاث هي نحن المصير من المرزة المنزلية نحن 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 نجد المساعدة من الهراز المنزل لغاية حتى الآن نحن 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 من الأوضن ساتقوة قد تشتري وقت مجسم يولد مجموعات ينتقض تشتري وقت مجتمع منقاط تشتري في مجتمع على ادكاربوني وليس للمشارك في الجزية من الآن كنتمت بشكل من الجزية سيكون هذه المشاركة في هل يمكنك حرامهم تقريرها؟ لا، لا يمكنك أن تقريرها ثم إذا كانت من الجزية يمكنك التقرير يوجد تقريرها في الجزية هذا لا يجب أن تغيير المنزل من المنزل أحيانا في المنزل المنزل في المنزل المنزل أحاولا في الاجتماع الجاي أن تأتي الغاز يعني توجه نفس النمط كما لوباب أو لوباب بلس آلية تنسيق جديدة آلية تنسيق جديدة هو دي جد تنسيق بداع في القيمة التعنى سيد رئيس بالحديث عن الشأن المحلي قليلا نحن في شهر رمضان إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة منذ الصيف الماضي لفائدة المواطن لضمان استقرار الأسواق لوفرة السلع كيف تتابعون تنفيذ هذه الإجراءات الآن تقريبا نحن تجاوزنا نصف الشهر الفضيل الحمد لله أنا في الاجتماع الأخير مع مجلس وزراء شكرت سيد وزير التجارة مع بشي بلغ تشكر نتاعي لنقابة مع التجار منظمة التجار شكرهم على المجهودات اللي بدلوها والانسجام تاحهم مع وزار التجارة ومع الكريا بلغت كذلك تشكرتي للكريا على الشي اللي قاموا به التنسيق بينهم بين التجار بين وزار التجارة اللي خلوا الاستيراد من جهة والتحكم في الأسعار وتسقيف بعض الأسعار إلى خيره وحترام تسقيف الأسعار من طرف الأغلبية السعقة التعال التجارة وبما فيه واحد ولا تنين ولا جماعة خالف تعرف ولكن بصفة عامة نشوف على حساب التصريحات التعال المواطنين يعني راديين بالله لكي يلاقع خلوا بك burادي بين الزار التجارة لكن سهدراث كيف يلاقع؟ لكي يلاقع ذلك؟ لكي تجدي قبل انتعالي 2004 كيف يلاقع خلوا بلتجار أكبر؟ بجاور المجهودات اللي خلوا بسانتظار بل تحتجار مواطنين بالتخلوا بلتجارات اللي خلواه؟ لدينا جدا سوف نقوم بالموعد مع رمضان ولكن الأخرى أعتقد أن المنتجين المنتجين الذين يشتركوا في إنتاج مباشرة المواطنين بدون وساطة أولا ثانيا رب نزل رحمة في قلوب الجزائريات الحمد الله سيكون قد نعم فإنك لا بأسها سيكون قد يقول قلوب الجزائريات هل سوف نعم فإنك نعم فتكلم؟ هل سوف نعم فإنك إذاً سوف نعم فإنك نعم فإنك شكرا لكم لكم وإنك نعم فإنك إذاً فإنك نعم فإنك فإنك لا تؤمن بمكتورة المجموعة على المواطنين بالعخص بالنسبة للحوم من المفروض نتمنى إن شاء الله نتمنى باش هاد الأسعار تبقى طول السنة مش إلا في رمضان وسنعمل على توفير إن شاء الله وهين كان فيه وفرة وفرة تحت كل مواد كل ما هو مستورد غير منتج عن النار فهو موجود بوفرة لك في هذا المنزل فهو تقضي النار فهو مستورد غير منتج بسيطاتيجية وان اهل الخطأ بالنزل في المنزل ستقصى تقصى المنزل 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 ليس مالك من المنزل من المنزل أنا حاولت مع الوزير الفلاحة السابق كيفاش نخلق آليات لتخلي الفلاحة تتحرر من وزارة الفلاحة أنا لا أؤمن أن وزارة في العاصمة تتحكم في الإنتاج في طمراست ولا في الجلفة ولا في المناعة ولا في سوف تتحرر من وزارة الفلاحة تتحرر من وزارة الفلاحة لأن الوزير الفلاحين يأخذ أمره بيده المساعدة للدولة فكرة يدي كوبراتي فكرة يدي يعني دي جون ضبر اللي هم في الميدان منتجين ويعرفوا مشاكل إنتاج ويعرفوا مشاكل تسويق ويعرفوا يعرفوا فلاحة أول مرة لنحاول ندير إحصاء حقيقي بالثروان تعنا الفلاحية سواء كنت حبوب بقوليات مواشي لأخير سجار مثمرة مع الناج الأرقام الحقيقية نعم شيئا سيئا سيئا من تاتن نطنت تتعني أنا قلت لهم في مرارا ونحن أحترل الشيئ اللي نشروه هذا الاستيراد متعلوحهم ان نستورد على حسب إمكانيات المالية متعلوحنا مش على حسب الحاجيات الحقيقية التعنا إذن لازم الرقمنا تلعب دور إن شاء الله لما ننتهي من الرقمنا وننتهي من الإحصائيات دقيقة نتعلم فيها حالة خير كون فيه نوع من اللي يعني لا فيزيبيليتي مش لا فيزيبيليتي تصبح يعني نتصرفوا تصرفات منطقية قال الحليب الغبرة على الحليب تجيب 300 طن ما تجيبش 310 310 كلنا نحكم المفعلومات أيضًا سيبدphere الجزء سيبدات ي أمر من الأجهل سيبد polا شكورا هل هناك مشكلة؟ هناك مشكلة لا أرى شخص لا يستطيع مشكلة مشكلة الدولة التي تريد أن تؤثر في القرار فلاحي لا تؤثر بالمغرايات واذا يجب لك الدلع واذا يجب لك القمح الذي يشري عليك كان ب 600 ألف القنطار همت؟ والذي مضمون البيعين أو كذا وكذا رنا ندخلين في هاد في هاد الخطة هادي في هاد الاتجاه أول مرة نكتشف بعض الأرقام وهمية كنا نستعملوها يعني في الاجتماعات وزارة مش معاينا فقط حتى قبل دي ما قربوا الحقيقة تعنا اليوم تشوف مثلا الاستصلاح كلنا استكلموا على الاستصلاح الأراضي الصحراوية عنا طاقة تقارب 3 ملايين 3 ملايين ونصف اكتار في الجنوب مياه متغفرة العمليان طلقت من 83 إلى يومنا هاد ما حاله صنا؟ ما نحن في 100 ألف اكتار حال مشكلة ما نحن في 100 ألف اكتار ودورنا ننتج 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 الكهرباء الكابل الإلكتريك ننتج 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 هذه هي السياسة جديدة ننتج لن نتخل فيها هو الأول لإنتجار لإنجار لإنجار الإنجار لإنجار 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 الإنجار وإنجار الإنجار التارسكتوري لدينا مئة وربعة وستين ألف أكتار مكونا بما يسمى المزارع النموذجية نموذجية في كل شيء إلا في الإنتاج لا نموذجية ولا يحزنون وهذا اللي دخلت على البلونت كولتور قررنا مؤخرا مع الوزير الحالي توجيهها لإنتاج معين قال المزرعة الفلانية المزرعة الفلانية فلانية من اليوم المهم أن تحم الحبوب الزيتية باش يكونوا من ركيز أن تعنا لإنتاج الزيت ما دام المصنع تعكوتها ما مفتوح ومصنع تعالخواص تعا بجاية كده يكون مفتوح لازم نغديه باش ما استوردش المزرعة فلانية وفلانية ما دام جاية في الهضاب نخصوها الأسجار المتميرة دات مرضود عالي أرقان وهدي 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 إلى آخره فيه توزيع حاليا فيه بعض المزارع خليناها الحبوب لتكثيف الإنتاج الحبوب التقنيات تكثيف إذا هدي أول مرة في إبراهيم لأننا ندخله حقيقة في مخطة حقيقي منتاع الفلاحة بالإضافة إلى أن الناس عارفين المواطن عارف واحد الوقت نبيع النفط نبيع البترول باش نشري البصل ولا باش نشري التوم ندير البصل وندير التوم وندير كل الأمور اللي نحتاجها لأنه فيها شي من سيادة نتاعي لا خير في أمتين تأكلوا مما لا تنتج وتلبسوا مما لا تنسج وعلى هذا الأحساس رجعوا كثير من الطاقات موجودة في بلادنا طاقات هايلة وراها رجعوا فيها تدريجين حتى بالنسبة للصناعة حتى بالنسبة للفلاحة شي طبيعي الفلاحة ولم نتشوف عالم الفلاحي كم يدعمينا في الفلاحة الفلاحة فيها تناقضات حالياً نحاول بقدر الاستيطاع باش ناخد المثال أحسن ونعمو على الناس مش المثال الأسوأ تشوف مثلاً ولاية بسكرة اليوم راها تدير في المعجزة في الخضروات معجزة انتاج ونوعية دي شابال دي شابال دي كتار دي كتار دي كتار تشوف يعني وصلوا لدرجة اليوم من انتاج فلاحي يعني بتقريب هما للأساس بمردس بالنسبة للعينة وغير العينة بالأخير الخواص هادو جابوا تقنيات هايلا عنا دي شابال اليوم اوتوماتيزي كي مارش اذيك ان ارديناتور تعا الميديتي فيما خسكدا فيما خسكدا فيما خسكدا تو تكالكولي بالاورديناتور بعد الفلاحين دخلوا التقنيات انتع الاحواض يربيوا فيها السمك والمياه انتحها يستعملوها ك اسميدة ايه هذه ما ما اعطيتها اليوم شو بيزلت فلاحة دي هما اذا ويزلت فلاحة اليوم تبقى كمستشار كمنظم سفا عامة ولكن اليوم الفلاحين كون يتنظموا في بعضهم بعضنا يبنلي احسن ولازم نمشي الفلاحة الصحراوية احنا اليوم مع شارك عربي محترم ونتعاملوا معاهم وانا على وشك الاتفاق باش ندير مزرعان تعمية الف اكتار كالولاية بش البرزلون ندرها فيها ضرار مية الف اكتار باش نبدأ لأول مرة نحاول ننتج الغبران تعل حالي بعدنا مش مهم هاش قادر المحتوم انا باش نستورد ننتج تاعي ما نعرف كيفاش ندير نستنجد بالاشقاء ونستنجد بالناس اللي يعرفوه كده هو المهم الفلاحة اليوم دخلت في واعتقد ان لما قطاع الفلاحي بالامور البدائية اللي رهم فيها لانا كان الناس لها تنتج سبعين قنطار فكتار وكان اللي ما زاد يدور في عشرين خمسة وعشرين ولكن قهد شي كله حسب الاحصائيات الفلاحة وصلت قمنا من خمسة وعشرين خمسة وثلاثين مليار دولار انتاج داخلي الفلاحة اليوم را عندها ناصيب تا ما يقارب تمنتعش في الميان تا الدخل القومي باي باي بينما الصناعة كانت في تروة بورسا تمنتعش في تروة بورسا تمنتعش في تروة بورسا لذلك يجب ان نرى الاختصاد لا يوجد نظرة بالعين او هادئ او هادئ او هادئ كونتابييتي ناشونال تقريب بكوت شوز انا الشي اللي خليني نتفاعل لأول مرة ماناش في تناقضات مع الهيئات المالية والاقتصادية العالمية الدولية كون البونك المونديال لأيفامي لأيفاو هادو كل متفقين معنا على ارقامنا ولما نقولنا مثلا باللي وصلنا لأنتو دو كرواساس نسبة مياوية النمو بربعة فاصل اثنين في المية ربعة فاصل اثنين في المية حقيقية باعتراف من الهيئات الدولية كونتابي لذلك لازم نواصل باش نواصل ان شاء الله في الفين وخمسة وعشرين نهاية الفين وخمسة وعشرين بداية الفين وستة وعشرين الباما السوداسي الاول نعطيك ارقام اللي تخليك تعتز انك بديت توي ان بايي ايمرجان توني بلو ان بايي انواد ديفلوبمان نعم في المنشان فيه المنشان بعد أن سن Picchu كونتابي يورد دائمان نجا الله ودعونا نجا الله نطع شونتح عم비ان لازم ما نحنًا لان من تحنم نحنًا نحن لحن بذلك سنحن نتاحي الى عاماً للمدارن من الالك وذلك ليس بالتعالي على النجاة فكرة يلغط على المدارون أيضًا هذا هو الجهاز نظام الانوز لنظام الانوز لبهواضي الانوز يجب ان اقوم الانوز لنحل الانوز يتزالز المناسب لدينا يتزالز المعرب والدن لك Beruf الدعوض نحن الأصل عن تسعة ملايين طن في تقريب حبوب مخترت في صفاء عمان ننتج ما يقارب 5 ملايين طن إذن عدنا دائما استيراد تعرف على ملايين طن السوق استقر دروك ولكن مش معناه بالسوق يبقى دائما مستقر سيد رئيس هذا الأفاق الاقتصادية الإيجابية بالنسبة للجزائر هي ما تفسر ربما الميزانية الضخمة المرصودة في قانون المالية لهذه السنة 110 مليار دولار معلوم وصلنا المستوى اليوم تحت تنمية ومشاريع لتطلب تكاليف عالية اليوم نشوف مثلا إذا نشوف سياسة نتع المياه ربما باش تكلموا عنها خمس محطات تحليل مياه ميات الملايين ازدواجية الطرق بالنسبة للمناطق كما خنشلها كما تسمسلها تلكات معزولة مشاريع اقتصادية أخرى كل هذه خلات مصارف الميزانية طلعت الميزانية تحت تسيير ارتفعت كثير لأن السنة الماضية هذه كان فيه إدماج نتع ما يقارب 21 ألف موظف زي باش نوظفه 6 ألف موظف آخر في التربية زي الأساتي دانتا الرياضة زي هذه زي هذه رفعت نوعا ما ولكن حتى مستوى تعميزاني التجهيز مرتفعة جدا مرتفعة جدا لأنه فيه مشاريع هي التي تضمن هذه الأرقام التي نتكلم عليها نفهم من ذلك سيادة الرئيس أن الرفع في جودة حياة الجزائريين لا يرتبط فقط بزيادة الأجور وإنما يرتبط كذلك بالاستثمار زيادة الأجور تطلب كذلك مداخل مداخل تجيب الاستثمار بالإنتاج وعدم الاستيراد هل فيها أرقام بخصوص الاستثمار سيادة الرئيس بخصوص المشاريع الجديدة خلال هذه السنة مدام تم سيتني في قدرة الشرائية قدرة الشرائية عدنا أنا لما أتكلم عن القدرة الشرائية نحن ماشيون في تلت محاور المحور الاجتماعي طبعا هو رفع الأجور والمنحة البيطالة إلى آخره المحور الثاني هو دفاع على قيمة الدينار نجد أن نرفع من قيمة الدينار قيمة الدينار نخفضت في ظروف ما غير منطقية ضخ أموال وسحب أموال ضنشابية وذلك الشي اليوم رأنا نعاني ومنها حناية كيف سترفعون قيمة السيد الرئيس بالإجراءات الاقتصادية لما ما سارفتاك تقلص الدينار يرتفع فيه ميكانيزمات عند البنك سنترال باش نرفع قيمة الدينار تاعم مثلا لما الدينار اليوم نقوله راه يدير 140 دولار نوصله أنا باش يدير 100 دولار يعني تصبح القيمة حتى بالنسبة للإستيراد قيمة الدينار ترتفع يصبح الاستيراد ما يأثر لكش كثير على هالقدرة الشرائية نرفع قيمة الدينار ومحاربة ضخم التدخم رانا ندوره بين 7-8% نجد التدخم يعود يهبط إلى أقصها ربعة في البيئة أقصها أقصها زائد استثمار استثمار متواصل أنا شاكر كل المستثمارين الوطنيين نزع نزيد نشكرهم مرة أخرى ونزيد نشكرهم ونشكرهم ونشكر الكريا لدى الوثيقة في بلادهم اليوم في الطاولة نتعلم وكالة لتنمية الاستثمار عندها ما يقارب 6 ألف مشروع اقتصادي شديد جديد منها بتخريب النصف الذي نطلقه إذن في آفاق 2026 مثل ما قلت لك أغلبها تكون انتهت أغلبها تكون خلقة مناصب شغل إذن أغلبها تكون خلقة ثروة للتصدير ولغير التصدير إلى آخير يعني سيتان تو البلاد لا تنمشيش بتلغ بيب ولا تنمشيش بالأمور السياسوية وأساسها اقتصاد في الوقت الحالي لازم نبني واقتصادنا هو الأساس وأنتم ما شفتوا المراحل اللي فات مع هالبلاد اليوم فيه استقرار فيه حتى ما يقارب حوالي ربعة وثمانيين مستثمر أجنابي رغبين يستثمروا والأرقام رح موجودة عند لابيت نجموا تسؤولوهم ذلك نجم الوضوحة المترجم أنت لازم اللست مستشارة أنت مستشارة في هذا المسيش وريد ولي مستشارة ينزل من ضع والأرقام شخص في أي أي 대부분 للإعادة أنت تعمل الإعادة ويلوات عبر أورواء مؤخرا الدولية ل أنت تنتهي بأكثر من فاتق من الأنذان المدارة فلأننا أعرف هم المدارة علىفق بعض الأنذان فكل وعبان مدارة تنظر أن المدولة في المنوذيات والصدية, المنوذي من المنوذيات أيضًا والفيرانية , مستخدم reporters ولكن الأن المعينة تنظر بأن تنظر بعض الأنظم يجعلون على نسبة مبارعة للعضلاتية فالنوذي هم فترة لذلك الوالي سترى رغلاً بالحول إلى المنوذيات الولي يتبع لي المشروع الاقتصادي يتبع الفلاحة يتبع الصناعة العراقيل يمكن إدارة عنده تعرق البعض يداخل بالصفة دي أما لجنة هذه الطعن فيه ناس مثلا مثلا يريد أن يستثمر في إنتاج الالكول الالكوليتيريك لكي يستثمر 13 مليون دولار ويلتزم لكي يغطي 100% الحاجية لتعالبلاد لكي لا نستورد ولا يترى واحدة طلب تروازي كتار يدبي قلونا نعطوك هل يكتار يدبي هنا يوضع من الفتاح وتعطى هذا اللوم والحل يسيبو مع كوميسيون دروكور تفرد باللي أعطوه تروازيك تاريد ويتابو أحتاني يعطوه تروازيك تاريد ميتا مع البونوك نفس الشي لبما يحط ميلة في البنك البنك اللي سبابه آخر يقول لنا من مولكش ولا هادي ولا نعطي غين نص ولا نعطي سوسي ولا سولا لأن لما شين بارودي بارودي في كتير من التصرفات شخصية فيه عن حسنية وفيه لي ما يساعدوش الحركية ما تساعدوش يعني ما يصدر عن اللجنة هو قرارات ملزمة وليس التوصيح حتى نبعث نوع من طمأنينة رسالة طمأنينة المستثمرين المتعاملين لا يبقى شو أحد يتفرج في المشروع التعو و هو يراوح مرحبا به هالأرض هالبانك تفضل خلق لنا مناصب شغل وخلص درايب تاعك موسيقى كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ماذا هو بكاء الأطلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن تحدث عن تصرفات عدائية يقوم بها بلد عربي شقيق ضد الجزائر ماذا يريد هذا البلد من الجزائر سيادة الرئيس وهل الامتناع عن تسميته يمثل ربما فرصة أخيرة تمنحها الجزائر لهذا البلد كي يراجع مواقفه أنا في رمضان وكل أشيقاء يشهدوا على أننا ما زال لم نمشي ناش الكلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذا نعتبرهم دائما أشيقاء طلبوا لهم الهداية وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي أهديهم لأنه تصرفات تحم غير منطقية يبدوا لي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإتم يعني كيفاش حناء ما تخليناه كذا وكذا وكذا طلبوا لهم الهداية إن شاء الله الجزائر ما تركعش ولو يأخذوا العبرة يأخذوا العبرة من دول العظمة اللي نحترموها كتير وتحترمناها يا تاري وقررنا محترم لكن تبغي التصرفات اللي عندك معنا سخرين تفرضها عليها غالط غالط بزاف إحنا أنا في خمس ملايين وستمائة وثلاثين ألف شاهد من عجل هذه البلاد هذه وقرر بلا بغيت هذا ما كان تخريب الإنسان اللي يخصص المال تاوه بش يخرب الفتنة مش مليح أنا عيق هذا نار الفتنة يعني عليه لأعليه لأنا بتقريب فهو آتم ومش إلا آتم يعني نشوف في كل أماكن اللي فيها تنحر بين الناس دائما المال تحت الدولة موجود في الجوار في اليانمالي في هادي في الليبيا في السودان لا إله الله محمد رسول الله احنا ما نشكل ما نكنوا لهم احتعدوا لأن احنا محتاجين للجزائري والجزائرية لله عز وجل دبار والجزائري والجزائرية ما نش محتاجين نتمنوا أن تعايش سينما مع كل أمم عرب وعجم العلاقات الطيبة مع الجميع احنا داوه ايه اللي حاوز يتبلع علينا ليه الصبر يحدود ليه الصبر يحدود عمي تبون أنا من الزمان عندي عاطفة للشباب بصفة عامة لأنهم مشيغل مستقبل ما هو الشعار قال الناس يقولوا بلي شباب مستقبل ولكن بالأخص في الظرف هذا يعني فيها احترام وفيها حنين وفيها الأبوية الحمد لله الحمد لله يعني لما توصل لها العلاقة تعالعام مع ابن الأخ أنا وصلنا الحمد لله يعني معناه بالجزائر لا ترجع لأصولها الله يحميه من شاء الله لا يحمي شبابنا أنا في البرنامج أعود بالله من قولت أنا البرنامج لانتخاب انتاعي ركزت وقلت أنا داك نستمسخر قال إنسان شايب يقول هالكلام هذا قلت أنا مرشح للشباب بتاع الشباب والمجتمع المدني قلت للشباب أنا نلتزم معكم باللي نعطيكم السلطة أنا نعطيها لكم من حقكم ورني توسكو شوان تراندفير باش نعطيهم السلطة لأن هما الأغلبية تأهد البلاد هذه الناس خرين اللي تعشوا كرتيل كرتيلة في السفارات الأجنبية ما زالوا يهضروا اليوم خلع أصبره خلي الشباب خلي الشباب ياتر خلي الشباب يستفاد من بلاده هال اللقاءات نتعلموا بديعين تلقى أنه لأ 12 سنة وره ديجا يحاول يبدأ شي اللي يفيد به تقنين في جزائر وكذا وغيرها يعني عقلية سليمة ما هو بش الناس اللي يجروا باش فلان يدير فيهم زية ولا يدير فيه كذا ما يقولكم عنيش محتاج أنا عاوني باش ندير المشروع التاعي الشباب اللي يوصل يقولكم ما تعطينيش منصب شغلة أنا ماش نحاوس لك على منصب شغلة أنا نخلق المنصب شغلية والغيري عاوني برك إيش كمسا كوني باسي هالتجريد التاع الشباب بتاعنا اللي خلي الجزائر اليوم في إفريقيا أنا ما بين الدول الرائدة في الستارتوب في الميكرو انتروبريز دولة براسك الوحيدة اللي لزين كيباتير موجودة في الجامعة بحداتها تدير طالبي يكمل دراسة تاعه دار للأخر لتاز تاعه تخرج مشروعه يخرج مباشرة مشروعه في الاقتصار الوطني كدير متقش في الشباب كدير متقش يعني ما تقاوش في العقلية تاع زمان هادي الله يحميهم ويحمي الجزائر والله يخلي الجزائر ان شاء الله دائما دائما فوق ان شاء الله ان شاء الله اعتقد اننا استنفذنا ما في جعبتنا من اسئلة لهذا لقاء سيد الرئيس المجال كلمة خيرة في هذا شهر هذا قل الحمد لله الجزائرين بدأوا يرضوا بلدهم وشاكر كل الناس ديرهم في مساعدة هذا الشعب كل مستويات في كل ادارات في كل وزارات ديرهم يخليه والشعب ما يغضبش على بلاده ويشعر بالنخوة تاعه وهذا هو سياستنا هدية في حقيقة باش نرجع للجزائر النخوة النخوة هذه كانت يعني محفز لأمور تعجيزية في السياسة في التحرر في الديبلوماسية إن شاء الله الله يدون علينا نعمة إن شاء الله إن شاء الله ربي بعد علينا الناس اللي متربسين لهذا البلد ومتربسين لهذا الشباب هذا وإن شاء الله رمضان كريم الجميع إن شاء الله شكرا لكم سيادة الرئيس لزميل إبراهيم تخربت الرئيس المدير العام ليومية المجاهد والشكر موصول لمشاهدين الكرام الذين تابعوا هذا اللقاء الدوري من هنا من مقر رئاسة الجمهورية شكرا لكم على حسن المتابعة سحصحوركم إلى اللقاء